طبعاً ما عم نحكي عن احتلال روسي عم نحكي عن عملية روسية داخل أوكرانيا بالأزمة الأوكرانية روسية فتش عن واشنطن أوكرانيا هي حجر شطرانج بإيد الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية افتعلت هذه الأزمة كيف عمل الأطلسي على محاصرة روسيا الاتحادية؟ هذا حقه كمجال حيوي الآيحد يمكن اعتبار أن روسيا اليوم تدافع عن وجودها مثلاً وقت يلي أمريكا أنه فرضت حصار على كوبا سبعين سنة ما حدا اعترض التوسع يلي كل الدول يعني بتقتضي مصالحها صحيح فيه انقسام يعني إذا فينا نقول يعني وفيه فيه موالات يعني لروسيا ببعض المناطر كان فيه جدل لدى الأوروبيين حول أن لا نتبنى هذه الاستراتيجية دقة الاستهداف والتركيز على البنية التحتية العسكرية فقط دون استهداف البنية التحتية المدنية والدليل أنه بعد ما سمعنا عن أعداد شهداء مدينيين لا يستهداف المدنيين بكل الحالات أنا مش ريني فيه استهداف كان فيه مبتع استهداف للمدنيين ما بحثين ما بحثين ما بحثين ما بحثين الروس والصور يلي تتنشر فيها مباني منصابة يا أما منصابة من الجانب الأوكراني أو من المسلحين المنتشرين بالفوضى الحملة الإعلامية الغربية هائلة جدا قطع الإعلامية حول البروباغندا شي سخيف يعني شيء كيف بلشت القصة؟ تتذكر أنه كان في أطفال وعندهم ضفير وأبعولهم ضفيرهم بدرعة؟ شفت لك اسم شي واحد من هالأطفال لحديتها لا؟ لا الضربات أثناء العملية لا تستهدفوا إلا المنشآت العسكرية وعشار أشيغو إلى أن الجانب الأوكراني يستخدموا المدنيين دروعا بشرية